مجاز السادسة مساء من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتح السيسي بالتنصيق والتناغم بين جميع الجهات المعنية بالدولة لضمان تشغيل الأمثل لمنظومة الشبكة الوطنية المؤحدة للطوارئ والسلامة العامة وتحقيق أهدافها الرئيسية لسرعة تعامل واستجابة أجهزة الدولة لمجابهة كافة أنواع الطوارئ والأزمات جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس مع رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير المخابرات العامة وعدد من الوزراء وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لإنشاء الشبكة الوطنية المؤحدة للطوارئ والسلامة العامة حيث اطلع الرئيس على تطورات إنشاء الشبكة الوطنية في بعض المحافظات تمهيدا لتعميم المنظومة على مستوى الجمهورية وجه الرئيس عبد الفتح السيسي بالتطوير الشامل لمعهب ناصر ليصبح مركزا بحثيا ومدينة طبية متكاملة كما وجه الرئيس أيضا خلال الاجتماع الذي عقده مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة ومستشار الرئيس لشؤون الصحة الوقائية بإنشاء الأكاديمية المصرية لعلوم الرياضيات بهدف احتضان النوابغ في هذا المجال الدقيق وتوفير الدعم العلمي لهم بما يسهم في الربط الأكاديمي بين علوم الرياضيات والتكنولوجيا البازغة وتطوير صناعة البرمجيات والإمن السبراني في مصر كما شهد الاجتماع الطلاع الرئيس السيسي على مستجدات تنفيذ المبادرة الرئاسية في قطاع الصحة لسيما مبادرة القضاء على قوائم الانتظار فضلا عن الموقف الحالي للمشروع القومي للتأمين الصحي الشامل والمشروع القومي للبلازما إلى جانبي تطورات الوضع الوبائي لفيروس كرونا مجز السادسة دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة